احنا خلفنا النهاردة يعني الحلقة دي لان دي عايزة حلقات وانا مش عايزة اقطعها برضو لكن احنا النهاردة خلاص انا عندي في البيت طفل زو همم وزو قدرات انا دراتي بتفرج عليكم انا الطفل قاعد جنبي يعني فانا اتعامل معه ازاي تمام انا خلاص دلوقتي عند الطفل اللي عنده المشكلة مهمة قوي ان انا اكون مدرك للحالة طفلي ان عنده المشكلة دي اكون ملمي جدا بالحالة واكون متابع مع الطبيب كويس جدا وعرف ايه تطور الحالة التعامل معي بيكون ازاي بصي ما ينفعش ان انا طفل اللي عنده مشكلة ان انا حاول احسسه باي شفقة عامله زي وزي اي طفل طبيعي وسوي وحاول افاهمه على قدر المستطاع ان المشكلة اللي عندك انت ملكش دخل فيها لان احيانا بيكون عنده احساس بالزنب ان انا سبب في مشكلتي دي لما تبقى الاعاقة حركية ممكن حركية او سماعية او بصرية يعني ممكن يبقى فيه اعاقة زهنية لا طبعا زهنية هو الطفل مش هيكون مدرك تماما لكيفية التعامل ده بقى كده اللي هو خلينا ناخد اعاقة اعاقة الاعاقة الحركية يعني ايديه رجليه يعني اعاقة هيفهم افاهمه على قدر المستطاع اول حاجة هوفر له صبر الحركة وان انا ازاي اعوده ان هو يقدر يتحرك بنفسه او حتى انه قدر يكون ببعض اموره العنازاتية بنفسه بان انا اعلمها له بالتدريب برضو طريقتي معي لازم اكون هادية جدا على قدر المستطاع ان انا ماكونش عصبية او ان انا ازهق بسرعة لازم اتفهم الحالة بتاعته كويس اوي تاني حاجة مهمة او ان انا اهتم ببناء القدرة المعرفية عنده وتنمية المهارات عنده بان انا ما اهملش الجانب ده وافهم ان لو الاعاقة حركية ولكن برضو انا فهم ان ابني ممكن يكون موهوب او بصورة او باخرى عنده موهبة ممكن تميزه وعن باقي الاطفال حتى الاسوياء بيكون موهوب بيكون متميز شفنا اطفال ما عندهاش ايد وترسم برجليها شفنا اطفال بياكل ازاي بالمعلقة برجله شفنا اطفال ما عندهش رجل ويد وبيعوم ووصل وخد المدالية الزهبية يعني دي كلها اعاقات حركية جثمانية الطفل اللي عنده توحد اللي هو ما عندهش قدرة على التواصل او عنده قدرة على الكلام بطريقة سليمة او ان هو يبقى ملم بالمجتمع والبيحيد بيه انا عايز اقول له حريك فيه بعض الاطفال عنده القدرة على الابتكار في الرسم مبدع في الرسم بيشوف صورة معينة بتبقى سبتة في ذهنه لوقتي معين فبيبدأ في ان هو بيقدر يرسمها وشوفنا نماذج كتير من هذا يعني انه عنده توحد او كده عايزين كمان نتكلم عن حاجة برضو الاعاقة البصرية ان بعض الاطفال بيعدهم اعاقة بصرية دول بيحتاجوا يعني دعم دائم من خلال الام في انها برضو تعودوا على البيت وازاي يتحرك داخل البيت او يتحرك خارج البيت زي ما شوفنا كده حالة هديل اللي بوافت غنت قدام الرئيس وقد ايه يعني انا قعدت بقى مع مامتها بصراح وكانت هنا معينا برضو فيوح كأن يعني الام والله يعني انا ليه بقول ده معلش يعني انا مش بنرغي والله على الفاضي لكن انا بقول ده ايه الام استحملت وكانت قوية وخدت البنت تروح وتدربها وهي دربتها عسف ووعود وراحت مشاوير وجات مشاوير وتعبت وراها لغاية ما تعلمت طيب ما هذا ده الام اللي احب نقول عليها دلوقتي بس كانت دايما تحكيلي تقولي كنت دايما بتعبانة بعض عاية كتير اقول يعني ربي انا تحبت سندني لغاية ما وصلت لمرحلة دلوقتي يعني الحمد لله ده اللي انا بتكلم فيه اني لازم الاسرة تكون قوية كفاية قوية نفسيا عندها بنية نفسية قوية ان انا اقدر اتحكم في نفسي في انفعالاتي حتى في تعاطفي مع طفلي اكيد كل حد شايف طفله كان عايزه يكون بصورة معينة ولكن انا برضو لو لازم اغير الفكر الفكر ده لازم يتغير لازم اشوف ان انا ممكن طفلي يكون عنده اعاقة معينة او حاجة بتوعيكم من الحياة ولكن عنده موهبة معينة عنده نقاط قوة احاول ادور على نقاط القوة اللي موجودة عند طفلي وحاول اشجعه في ان انا اناميها وازهرها اشتركوا في القناة